السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايكم تابعين في كل مكان النهاردة ان شاء الله بنكمل حل أسئلة كتاب المعاصر للصف الخامس الابتدائي وصلنا لصفحة 117 تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول لي إيه listen and write اسمع وكتب T يعني true يعني صح or false يعني F يعني خطأ وهنا يا حلوين بيقول لي نصوص الاستماع في نهاية الكتاب يعني النصوص اللي احنا بنحل منها موجودة في آخر صفحات في الكتاب طيب أنا شفت النصوص وجبتلكم الإجابات على طول Summer and Aya are in the park today yes true Summer is wearing a red shirt false Aya is wearing a hat on her head true طيب السؤال الثاني بيقول لي complete listen and complete اسمع وأكمل نوها is doing a school project يعني مشروع مشروع للمدرسة جلبية is a long white rope يعني رداء طويل لونه أبيض جلبية is made from كتب السؤال الثالث يا حلوين بيقول لي إيه choose the correct answer from A, B, C or D Sarah uses a pen Sarah بتستخدم ألم to write her essay عشان تكتب المقال بتاحها طيب زي some new books to read last week يبقى ماضي last يعني الماضي فلازم اختار both جلبية is have but they are hidden فيها حاجة بس متخبية مختفية اللي هي ايه pockets اللي هم الجيوب ريم is rearing on her hands بتلبس ايه ريم في ايديها gloves قفزات السؤال الرابع بيقول لي read and match A with B جلبية is R الجلبية عبارة عن A traditional Egyptian clothes يعني ملابس مصرية تقليدية يبقى هنا number one we went to the park احنا رحنا الpark to play with our friends عشان نلعب مع أصحابنا hasn't studied hard hasn't been ذكر كويس to get good grades عشان يحصل على تقديرات جيدة هنا three they went to the library to read books رحوا المكتبة علشان يقرؤوا كتب طيب السؤال الخامس بيقول لي order the words to make correct sentence قاعد ترتيب الكلمات لكي تكون جمل صحيحة نبدأ بالفاعل اللي هو I وبعدي verb I have وبعدين عندي a striped dress يعني عندي فستان مخطط striped هنا في A طبعا الأول A بتجي قبل الصفة dress وخلصت الجملة بتاعتي طيب بعد كده ده سؤال what what do you want to know ماذا تريد أن تعرف what do you want to know وعلامة الاستفهم لأنه ده سؤال يلا نشوف اللي بعده السؤال السري بيقول لي I المفروض أنا عايزة أقول عندي two verbs هنا هستخدم مين أنا ذهبت إلى المطبخ لأصنع كيك يبقى I went to the kitchen to make a cake طيب رقم فور هاي قول لي طارق واحد اسمه طارق اشترى boot a racket مدرب ليه بقى to play tennis to play tennis اشترى مدرب علشان يلعب بي تنس وخلصت الجملة طيب تعالوا نشوف اللي بعديها number six بيقول لي read the text and answer the questions تعال نقرأ مع بعض I am sandy I like to wear comfortable clothes أنا اسمي sandy وبحب ألبس ملابس مريحة I like to wear cotton dresses بحب ألبس فستين قطنية cotton is soft القطن ده ناعم and comfortable ومريح in winter في الشتاء I wear a scarf بلبس scarf كفية gloves and a coat وكمان بلطو to keep warm عشان أفضل متدفية هتوفز بجسم كده دافي I like to wear sneakers بحب ألبس حزاء رياضي when I go to the park لما بروح الحديقة طيب الملابس مريحة The word keep in the thickest means كلمة keep معناها إيه stay What does sandy wear to keep warm Sandy بتلبس إيه عشان تفضل من الدفية أهي She wears scarf gloves and a coat الإجابة هما دون scarf gloves and a coat طيب Why does sandy like cotton clothes Why does sandy بتحب الملابس القطنية ليه اهي الإجابة يا أولاد مش شايفة ان كانت الصورة مش واضحة She wears a scarf gloves and a coat طيب والإجابة رقم أربعة Cut is soft and comfortable بس دايما السؤال اللي هو Why بجاوب عليه بكلمة Because Cut Is Soft And Comfortable وخلصت إجابة السؤال اللي بعده بيقولي Punctuate the following اعمل Punctuation للقاتي W capital بتاعة Y وبعدين Did طارق هو عمل هالي capital هخليها برضو زي ما هي Make أسود لطارق عمل بدلة وحط علامة استفهم لأن ده سؤال طيب السؤال التامن بيقولي Write a paragraph of 40 words اكتب لي paragraph أو فقرة من 40 كلمة Using the following guiding elements عن إيه هنتكلم عن الكلوز ملابس ملابس ومش هننتقل إيه والإس دول ملابس بيقولي made from cut مصنوعة من القطن سليفز وليها أكمام There are many types of clothes in Egypt ده الparagraph بتاعي سبت مسافة وبدأت بحرف capital بقول إن فيه أنواع كتير من الملابس في مصر My favorite type of clothes النوع المفضل بالنسبالي is the dress هو the dress الفستاد I like the one which made from cut أنا بحب اللي هو مصنوع من القطن قصد الدرس يعني It's more comfortable بيكون أكثر روحة مريحة أكثر من إيجبت أما بقى الرجال في مصر وير زي جلابية بيلبسوا الجلابية It's a long robe هو رداء طويل The sleeves are long وكمان له أكمام طويلة There are pockets There are pockets في جيوب in it في بيبقى جيوب وكده يكون الparagraph بتاعي خلص انتو طبعا تعرفوا تكتبوا جمل أجمل من دي بكتير بس المهم نركز في الخط الجميل والسبلينج يكون صح والgrammar صح وما ننساش البنكتواشا نبدأ بحرف capital وآخر الجملة نحط فرستوب وكده فيديو النهاردة خلص أشوفكم الفيديو الجاي باي باي